اهلا وسهلا بكم عزائي مع المحاضرة التاسعة والعشرين من سلسلة محاضرات كتاب الإنسان الإله لمؤلفه يوفال نوح راري وصلنا إلى الفصل التاسع الانفصال العظيم يقول تحت هذا العنوان أخذتنا الصفحات السابقة في جولة قصيرة في الاكتشافات الألمية الحديثة التي تقوض الفلسفة الليبرالية وقد حان الوقت لدراسة الآثار العملية لهذه الاكتشافات يؤيد الليبراليون الأسواق الحرة والانتخابات الديمقراطية لأنهم يعتقدون أن كل إنسان هو فرد ذو قيمة فريدة وأن خياراته الحرة هي المصدر النهائي للسلطة غير أن القرن الحادي والعشرين يشهد ثلاثة تطورات عملية قد تجعل هذا الاعتقاد بالياً وهي أولاً فقدان البشر تأثيرهم الاقتصادي والعسكري وبالتالي لن يوليهم النظام الاقتصادي والسياسي قيمة كبيرة ثانياً يجد النظام قيمة في البشر كجماعة ولكن ليس كأفراد لكل منهم قيمة فريدة والثالث يجد النظام قيمة في بعض الأفراد النادرين وليس في جموع البشر وسوف يشكل هؤلاء النادرون نخبة جديدة من البشر الخارقين دعونا نفحص جميع التهديدات الثلاثة بالتفصيل التهديد الأول وهو أن التطورات التقنية ستجعل البشر عديمي الفائد اقتصادياً وعسكرياً لن يفند هذا التهديد الليبرالية ويثبت خطأها فلسفياً فحسب بل سيقوض مؤسسات الليبرالية كالديمقراطية والأسواق الحرة وغيرها لم تغدو الليبرالية هي الأيديولوجية المهيمنة لمجرد أن حججها الفلسفية كانت أقوى أو أكثر صحباً وفي خطوط الإنتاج الضخمة التي تقوم عليها الاقتصادات الصناعية الحديثة كانت هناك قيمة لكل يد قادرة على حمل بندقية أو إدارة رافعة في ربيع عام 1793 أرسلت الأسر الملكية في أوروبا جيوشها لوأد الثورة الفرنسية في مهدها رد الثوار في باريس بإعلان التعبئة العامة وإطلاق أول حرب شاملة في الثالث العشرين من أغسطس أصدر المؤتمر الوطني مرسوماً ينص على أنه من هذه اللحظة وحتى الوقت الذي يطرد فيه الأعداء من أرض الجمهورية فإن جميع الفرنسيين سيكونون تحت تصرف الجيش الشبان سوف يقاتلون والرجال المتزوجون سوف يصنعون الأسلحة ووسائل النقل والنساء سوف يحكنا الخيام والملابس ويخدمنا في المستشفيات والأولاد سوف يحولون النسال القديم إلى كتان وكبار السن سوف يذهبون إلى الساحات العامة من أجل بث روح الشجاعة في المحاربين والحظ على وحدة الجمهورية وذم الملوك يسلط هذا المرسوم ضوءاً مهماً على أشهر وثيقة للثورة الفرنسية وهي إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي أقرت بأن جميع المواطنين متساوون في القيمة والحقوق السياسية هل كان من قبيل الصد مصادفة أن يتم الإعلان عن الحقوق العامة في أثناء منعطف تاريخي دقيق عند فرض التعبئة الشاملة؟ قد يتجادل الباحثون حول العلاقة الدقيقة بين الأمرين غير أن القرنين التاليين شهد انتشار حجة شائعة تنافح عن الديمقراطية وتقول إن إعطاء المواطنين حقوقاً سياسية هو أمر جيد لأن أداء الجنود والعمال في البلدان الديمقراطية يكون أفضل من أدائهم في الدكتاتوريات تمضي الحجة قائلة إن منح الحقوق السياسية للناس يزيد من دافعهم ومبادرتهم وذلك أمر مفيد في كل من ساحة المعركة وفي المصنع هذا ما كتبه تشارز واو إليوت الذي كان رئيساً لجامعة هارفرد من عام 1869 وإلى عام 1909 في الخامس من أغسطس 1917 في صحيفة نيويورك تايمز الجيوش الديمقراطية تقاتل أفضل من جيوش الدول الأرستقراطية والتي يحكمها المستبدون وأن جيوش الدول التي تقرر فيها جماهير الشعب التشريع وتنتخب موظفيه العامين وتقرر مسائل السلام والحرب تقاتل أفضل من جيوش طاغية يحكم وراثة وبتفويض إلهي وهناك مبررات مماثلة أدت إلى التوجه إلى منح المرأة حق التصويت في عقاب الحرب العالمية الأولى أدى إدراك الدور الحيوي الذي لعبته المرأة في الحروب الشاملة القائمة على الآلة إلى أن تمنحها الدول حقوقا سياسية في وقت السلم وهكذا في عام 1918 أصبح الرئيس وودرو ويلسون مؤيدا لحق المرأة في التصويت وقد أوضح لمجلس الشيوخ الأمريكي أن الحرب العالمية الأولى لم يكن لأمريكا أو سواها من الأمم أن تخوضها لولا خدمات النساء التي لم تقتصر على الميادين التقليدية التي شغلتها المرأة أو شغلتها المرأة وإنما امتدت لتشمل كل ميدان خاض الرجال فيه بل وفي حدود وأطراف المعركة نفسها إننا إن لم نعطي النساء حق التصويت الكامل والشامل فلن نكون محلا للثقة بل لن نكون أهلا لها ومع ذلك قد يفقد أغلب الرجال والنساء في القرن الحادي والعشرين قيمتهم العسكرية والاقتصادية لقد ول زمن التجنيد الجماعي كما في الحربين العالميتين تعتمد الجيوش المتقدمة جدا في القرن الحادي والعشرين بشكل متزايد على أحدث التقنيات فبدلا من حشو المدافع من دون توقف تحتاج البلدان الآن إلى أعداد صغيرة من الجنود المدربين تدريبا عاليا بل وتحتاج إلى أعداد أقل من المحاربين الخارقين في القوات الخاصة وحفن من الخبراء الذين يعرفون كيفية إنتاج التقنية المتطورة واستخدامها تحل القوات التي تستخدم التقنية الفائقة وتحفها طائرات مسيرة وديدان الكترونية محل الجيوش الكبيرة التي سادت في القرن العشرين ومع مرور الوقت يفوض الجنرالات مزيدا من القرارات الحاسمة للخوارزميات لا يمكن التنبؤ بسلوك الجنود البشر المكونين من لحم ودم بسبب تأثرهم بالجوع والخوف والإرهاق وكلما طال أمد الحرب خار التزامهم بالمخطط الزمني للمعارك ظلت الحرب تأخذ وقتا طويلا وذلك منذ أيام نبو خذنصر وحتى صدام حسين رغم التحسينات التقنية التي لا تعد ولا تحصى حيث تستمر النقاشات ساعات وتأخذ المعارك أياما وتستمر الحروب سنوات في المقابل تستمر الحروب السيبرانية دقائق معدودة فقط فعندما يلحظ ملازم مناوب في القيادة الإلكترونية حدوث شيء غريب فإنه يأخذ سماعة الهاتف كي يتصل برئيسه الذي ينبه بالبيت الأبيض على الفور للأسف حينما يصل الرئيس إلى الهاتف الأحمر فإن الحرب قد خسرت بالفعل في غضون ثوان قد تغلق أو نعم تغلق ضربة إلكترونية معقدة بما فيه الكفاية شبكة الكهرباء الأمريكية وتدمر مراكز التحكم في الطيران الأمريكي وتتسبب في العديد من الحوادث الصناعية في المحطات النووية والمنشآت الكيميائية وتعطل الشرطة والجيش وشبكات الاتصالات الاستخباراتية وتمح السجلات المالية بحيث تتلاشى تريليونات الدولارات ببساطة من دون أثر ومن دون أن يعرف أحد ما يملكه من مال الشيء الوحيد الذي يحد من الهستيريا العامة هو أنه مع توقف الإنترنت والتلفزيون والراديو لن يدري الناس الحجم الكامل للكارثة على نطاق أصغر افترض أن طائرتين مسيرتين تتقاتلان في الهواء لا يمكن لأحدهما أو لإحداهما إطلاق النار من دون أن تتلقى ضوءا أخضر من مشغل بشري قابعا في مخبأ بعيد بينما الأخرى ذاتية التحكم تماما أيهما تعتقد أنها ستنتصر في ذلك القتال وإذا أرسل الاتحاد الأوروبي الواهن في عام 1993 طائراته المسيرة وأجهزة حوالة لإخماد ثورة فرنسية جديدة فقد تجند كومونة باريس كل مخترق وجهاز كومبيوتر وهاتف ذكي في حوزتها لكنها لن تجد فائدة تذكر في معظم البشر إلا إن استخدمتهم كدروع بشرية وبالفعل يختزل غالبية المواطنين أو يختزل غالبية المواطنين في العديد من النزاعات غير المتكافئة اليوم في كونهم دروعا بشرية ضد الأسلحة المتقدمة حتى إذا كنت تحتم بالعدالة أكثر من النصر فمن المحتمل أن تختار استبدال جنودك وطياريك بالروبوتات والطائرات المسيرة ذاتية التحكم يقوم الجنود البشر بالقتل والاغتصاب والنهب وحتى عندما يتصرفون بتعقل فإنهم كثيرا ما يقتلون المدنيين عن طريق الخطأ يمكن لأجهزة الكمبيوتر المبرمجة بخوارزميات أخلاقية أن تتوافق بسهولة أكبر مع أحدث أحكام المحكمة الجنائية الدولية وفي المجال الاقتصادي أيضا أصبحت القدرة على الإمساك بمطرقة أو الضغط على زر أقل قيمة منذ قبل مما يعرض للخطر التحالف الحارج بين الليبرالية والرئيس مالية أوضح الليبراليون في القرن العشرين أنه لا يتعين علينا الاختيار بين الأخلاق والاقتصاد إن حماية حقوق الإنسان وحرياته واجب أخلاقي بل ومفتاح للنمو الاقتصادي هناك رأي يقول إن دولا مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد ازدهرت لأنها حررت اقتصاداتها ومجتمعاتها وإذا أرادت تركيا أو البرازيل أو الصين أن تصبح مزدهرة بالقدر نفسه فعليها أن تفعل الشيء نفسه في كثير من الحالات إن لم يكن معظمها كانت الحجة الاقتصادية وليست الأخلاقية هي التي أقنعت الطغاة والجنرالات بالتحرر ستواجه الليبرالية في القرن الحادي والعشرين صعوبة أكبر في الترويج لنفسها فمع فقدان الجماهير أهميتها الاقتصادية هل ستكون الحجة الأخلاقية وحدها كافية لحماية حقوق الإنسان وحرياته؟ هل ستواصل النخب والحكومات اعتبار كل إنسان ذي قيمة حتى عندما لا يكون لذلك أي مكسب اقتصادي؟ وجدت أشياء كثيرة في الماضي لم يستطع فعلها سوى البشر لكن الروبوتات والأجهزة الكمبيوتر تتطور سريعا وقد تتفوق قريبا على البشر في إنجاز معظم المهام صحيح أن أجهزة الكمبيوتر تعمل بطريقة مختلفة تماما عن البشر ويستبعد أن تتصرف مثلهم في الوقت القريب وتحديدا لا يبدو أنها توشك على اكتساب الوعي وأن تختبر العواطف والأحاسيس شهد نصف القرن الماضي تقدما هائلا في ذكاء الكمبيوتر ولكن لم يوجد أي تقدم في وعي الكمبيوتر على حد علمنا ليست أجهزة الكمبيوتر في عام 2016 أكثر وعيا من نماذجها الأولية في الخمسينيات ومع ذلك نقف على شفى ثورة بالغة الأهمية حيث يوشك البشر أن يفقدوا قيمتهم الاقتصادية وذلك لأن الذكاء انفصل عن الوعي كان الذكاء العالي حتى يومنا هذا مرتبطا بالوعي المتقدم حيث يمكن للكائنات الوعية فقط أداء المهام التي تتطلب ذكاء عاليا مثل لعب الشطرنج أو قيادة السيارات أو تشخيص الأمراض أو التعرف على الإرهابيين لكننا نطور الآن أنواعا جديدة من الذكاء غير الوعي التي يمكنها أداء مثل هذه المهام أفضل بكثير من البشر وبحكم أن جميع هذه المهام تعتمد على التعرف على الأنماط فإن الخوارزميات غير الوعية قد تتفوق قريبا على الوعي البشري في التعرف على الأنماط تفترض أفلام الخيال العلمي عموما أنه من أجل مضاهات الذكاء البشري وتجاوزه فإنه يتعين على أجهزة الكمبيوتر أن تطور وعيا كالبشر لكن العلم الحقيقي يروي قصة مختلفة مفادها أنه من الممكن الوصول إلى الذكاء الفائق عبر عدة طرق بعضها فقط يمر عبر مضيق الوعي لقد سار التطور العضوي لملايين السنين ببطء في طريق الوعي غير أن تطور أجهزة الكمبيوتر غير العضوية قد يتجاوز تماما ذلك المسار الضيق راسما مسارا مختلفا وأسرع بكثير نحو الذكاء الفائق يثير هذا سؤالا جديدا أيهما أحق أو أهم حقا الذكاء أم الوعي؟ حينما كان الذكاء والوعي مرتبطين لم يكن تحديد الأهمية النسبية لأي منهما أكثر من تسلية ممتعة للفلاسفة لكن مع تغير المشهد في القرن الحادي والعشرين تحول السؤال إلى قضية سياسية واقتصادية ملحة قد يصدم الكثيرون إن علموا أن الإجابة سهلة وبسيطة بالنسبة للجيوش والشركات على الأقل الذكاء إلزامي ولكن الوعي اختياري لا تستطيع الجيوش والشركات العمل بدون عناصر ذكية لكنهم لا يحتاجون إلى وعي وتجارب ذاتية التجارب الوعية لسائق سيارة أجرة من لحم ودم هي أكثر ثراء من تجارب السيارات ذاتية القيادة التي لا تشعر بأي شيء على الإطلاق قد يستمع سائق سيارة الأجرة للبوسيقة أثناء تنقله في شوارع السيئول المزدحمة وقد ينظر إلى النجوم برهبة تملأها الدهشة متأملاً أسرار الكون وقد تمتلع عيناه بدموع الفرح عندما يرى طفلته تأخذ خطوتها الأولى لكن النظام لا يحتاج كل ذلك من سائق سيارة أجرة فكل ما يحتاجه حقاً هو أن ينقل الركاب من النقطة ألف إلى النقطة باء بأسرع ما يمكن وبأمان وبتكلفة زهيدة وستكون السيارة ذاتية القيادة قريباً قادرة على القيام بذلك أفضل بكثير من السائق البشري رغم أنها لا تستطيع الاستمتاع بالموسيقى أو تنبهر بسحر الوجود يجب أن نذكر أنفسنا بمصير الأحصنة خلال الثورة الصناعية يمكن لحصان المزرعة العادي أن يشم ويحب ويتعرف على الوجوه ويقفز فوق الأسوار ويفعل آلاف الأشياء الأخرى بشكل أفضل بكثير من سيارة تي فورد أو لامبورغيني التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لكن السيارات حلت محل الأحصنة لأنها تفوقت في عدد قليل من المهام التي يحتاجها النظام حقاً ومن المرجح أن يسير سائق سيارات الأجر على الطريق ذاته الذي مرت به الأحصنة في الواقع إذا منعنا البشر من قيادة المركبات تماماً وليس سيارات الأجر فقط وسمحنا لخوارزميات الكمبيوتر بتسيير المركبات يمكننا بعد ذلك توصيل جميع المركبات بشبكة واحد وبالتالي تقليل احتمالية وقوع حوادث السيارات في أغسطس 2015 تعرضت إحدى سيارات جوجل التجربية ذاتية القيادة لحادث عندما اقتربت من معبر مشات واكتشفت مشات على وشك العبور لتضغط مباشرة على الفرامل وتصدم مؤخرتها بعد لحظة سيارة سيدان لعل سائقها البشرية المهمل كان يفكر في الغاز الكون بدلاً من الانتباه للطريق لم يمكن لهذا ليحدث لو قادت السيارتين أجهزة كومبيوتر مترابطة كانت خوارزمية التحكم ستعرف موقع كل مركبة في الطريق ونواياها ولمنعت اثنتين من الدمى المتحركة من التصادم هذا النظام سيوفر الكثير من الوقت والمال والأرواح البشرية ولكنه سيقضي أيضاً على التجربة الإنسانية في قيادة السيارة وعشرات الملايين من الوظائف البشرية يتوقع بعض الاقتصاديين أنه عاجلاً أم آجلاً سيكون البشر غير المرقيين عديمي الفائدة تماماً تحل الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد بالفعل محل العمال في الوظائف اليدوية مثل تصنيع القمصان وستفعل الخوارزميات عالية الذكاء الشيء نفسه مع وظائف ذولياقات البيضاء أصبحت وظائف البنوك وشركات السفر التي كانت قبل فترة قصيرة محصنة تماماً ضد التشغيل الآلي من الوظائف المهددة بالانقراض كم عدد وكلاء السفر الذين نحتاجهم عندما يمكننا استخدام هواتفنا الذكية لشراء تذاكر الطائرة من خوارزمية تجار البورصة أيضاً في خطر تتم إدارة معظم عمليات التداول المالية اليوم بالفعل بواسطة خوارزميات الكمبيوتر والتي يمكنها في ثانية معالجة بيانات أكثر مما يمكن للإنسان في عام واحد ويمكن أن تتفاعل مع البيانات أسرع من رفة عين الإنسان في الثالث والعشرين من أبريل 2013 اخترق قراصنة سوريون حساب وكالة أسوشياتي بريس على تويتر غردوا في الساعة الثالثة عشرة وسبع أن البيت الأبيض قد تعرض للهجوم وأن الرئيس أوباما أصيب تفاعلت آنيا أخوارزميات التجارة التي تراقب باستمرار موجز الأخبار وبدأت في بيع الأسهم بجنون انهار مؤشر داو جونز بما يشبه السقوط الحر ليخسر في غضون ستين ثانية 150 نقطة أي ما يعادل خسارة 136 مليار دولار في الساعة الثالثة عشرة وعشر دقائق أوضحت وكالة أسوشياتي بريس أن التغريدة كانت كاذبة عكست الخوارزميات مسارها وبحلول الساعة الثالثة عشرة وثلاثة عشر دقيقة كانت داو جونز قد استعاد جميع الخسائر تقريبا في السادس من مايو 2010 تعرضت بورصة نيويورك لصدمة أكثر حدة في غضون خمس دقائق من الساعة الرابعة عشرة واثنين واربعين دقيقة وحتى الرابعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة أن خفض مؤشر داو جونز بمقدار ألف نقطة مما أدى إلى محو تريليون دولار ثم عكس المؤشر مساره وعاد إلى المستوى ما قبل الانهيار في نحو ثلاث دقائق هذا ما يحدث عندما تكون برامج الكمبيوتر فائقة السرعة مسؤولة عن أموالنا ومن حينها يحاول الخبراء فهم ذلك الانهيار اللحظي فلاش كراش ورغم أنهم يدركون أن الخوارزميات مسؤولة أو مسؤولة عن لكنهم لا يعلمون على وجه التحديد الخطأ الذي وقع وفي مواجهة هذا التداول الخوارزمي أقام بعض التجار في الولايات المتحدة دعاوا قضائية يدعون فيها أنه يظلم البشر الذين لا يستطيعون الاستجابة بسرعة كافية تمكنهم من المنافسة الأمر الذي سيوفر الكثير من العمل والأتعاب للمحامين وهؤلاء المحامون لن يكونوا بالضرورة بشرة تعطي الأفلام والمسلسلات التلفزيونية انطباعا بأن المحامين يقضون أيامهم في المحكمة ملقين خطابات حماسية وهاتفين اعتراض غير أن الواقع شيء مختلف حيث يكرس معظم المحامين العاديين وقتهم للاطلاع على الملفات التي لا نهاية لها والبحث عن السوابق والثغرات والأجزاء الصخيرة من الأدلة التي يحتمل أن تكون ذات صلة ينشغل بعضهم بمحاولة اكتشاف ما حدث ليلة مقتل جون دو أو صياغة عقد عمل ضخم يحمي موكلهم من كل الاحتمالات الممكن ماذا سيكون مصير كل هؤلاء المحامين بمجرد أن تتمكن خوارزميات البحث المتطورة من أن تكتشف من السوابق في يوم واحد أكثر مما يمكن للإنسان أن يكتشفه طوال حياته وبمجرد أن تكشف فحوصات الدماغ عن الأكاذيب والخداع بضغطة زر حتى المحامون والمحققون ذو الخبرة العالية لا يستطيعون بسهولة تمييز الازدواجية من مراقبة تعابير وجوه الأشخاص ونبرة صوتهم إن المناطق الدماغية التي تنشط أثناء الكذب مختلفة عن تلك التي تنشط أثناء قول الصدق من المتصور أن تعمل أجهزة التصوير بالرنين المغناطسي الوظيفي في المستقبل القريب كآلات فعالة في تمييز الحقيقة من الكذب ما أثر ذلك على ملايين المحامين والقضاة ورجال الشرطة والمحققين قد يفكر بعضهم في العودة إلى المدرسة لتعلم مهنة جديدة غير أنهم عندما يدخلون الفصل الدراسي قد يرون أن الخوارزميات سبقتهم في الوصول إلى هناك تعمل شركات مثل ميندوجو على تطوير خوارزميات تفاعلية لن تعلمني الرياضيات والفيزياء والتاريخ فحسب بل ستدرسني في الوقت نفسه وستعرف دواخلي وبواطني سيراقب المعلمون الرقميون عن كثب كل إجابة أقدمها والمدة التي استغرقتها في الإجابة وبمرور الوقت سوف يميزون نقاط ضعف الفريدة بالإضافة إلى نقاط قوتي وسيحددون ما يجعلني متحمسا وما الذي يدفعني للنعاس يمكنهم تعليم الديناميك الحرارية أو الهندسة بطريقة تناسب نوع شخصيتي حتى لو كانت هذه الطريقة المعينة لا تناسب 99% من التلاميذ الآخرين ولن يفقد هؤلاء المعلمون الرقميون صبرهم أبدا ولن يصرخوا في وجهي أبدا ولن يتوقفوا عن العمل أبدا ومع ذلك ما يزال من غير الواضح لماذا سأحتاج إلى تعلم الديناميك الحرارية أو الهندسة في عالم يحتوي على مثل هذه البرامج الحاسوبية الذكية حتى الأطباء سيكونون أحد ضحايا الخوارزميات تتمثل المهمة الأولى والأهم لمعظم الأطباء في تشخيص الأمراض بشكل صحيح ثم اقتراح أفضل إلاج متاح إذا وصلت إلى العيادة أو إذا وصلت إلى العيادة وأنا أشكو من الحمى والإسهال فقد أعاني من تسمم غذائي لكن هذه الأعراض قد تنجم عن بيروس في المعدة أو الكوليرا أو الزحار أو الملاريا أو السرطان أو بعض الأمراض الجديدة غير المعروفة أمام طبيبي بضع دقائق فقط لإجراء التشخيص الصحيح لأن هذا هو الوقت الذي يدفعه التأمين الصحي الخاص به لا يسمح هذا الوقت بأكثر من أسئلة قليلة وربما فحص طبي سريع ثم يقوم الطبيب بموضعة هذه المعلومات القليلة في سياق تاريخ الطبي وفي عالم الأمراض البشرية الواسع للأسف لا يستطيع حتى أكثر الأطباء المجتهدين تذكر كل ما عندي من فحوصات وأمراض سابقة وبالمثل لا يمكن لأي طبيب أن يكون على دراية بكل مرض وعقار ولا يقرأ كل مقال جديد ينشر في كل مجلة طبية وفوق كل ذلك تشعر الطبيبة أحيانا بالتعب أو الجوع أو ربما حتى بالمرض مما يؤثر على تشخيصها لا عجب أن الأطباء يخطئون أحيانا في تشخيصهم أو يوصون بعلاج أقل من الأمثل تأمل نظام واتسون الشهير الخاص بشركة آي بي أم وهو نظام أو نظام ذكاء ذكاء اصطناعي فاز في برنامج الألعاب التلفزيونية الشهير جوباردي في عام 2011 بعد فوزه على أبطال سابقين من البشر يتم إعداد واتسون الآن للقيام بأعمال مهمة لا سيما في تشخيص الأمراض تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل واتسون بالعديد من المزايا الهائلة المحتملة مقارنة بالأطباء البشريين أولا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحتفظ في قواعد بياناته بمعلومات حول كل مرض وعلاج معروف في التاريخ يمكنه بعد ذلك تحديث بنوك البيانات هذه يوميا ليس فقط بالنتائج التي توصلت إليها الأبحاث الجديدة ولكن أيضا بالإحصاءات الطبية التي تم جمعها من كل إيادة ومستشفى مرتبطة في العالم ثانيا سيكون واتسون على دراية وثيقة ليس فقط بالجينوم الكامل الخاص بي وتاريخ الطب اليوم ولكن أيضا بالجينوم والتاريخ الطبي لوالدي وإخوتي وأبناء أمومتي وجيراني وأصدقائي سيعرف واتسون على الفور ما إذا كنت قد زرت بلدا استوائيا مؤخرا وما إذا كنت أعاني من التهابات متكررة في المعدة أو ما إذا كانت هناك حالات سرطان معوي في عائلتي أو ما إذا كان الناس في جميع أنحاء المدينة يشكون هذا الصباح من الإسهال ثالثا لن يتعب واتسون أو يجوع أو يمرض أبدا وسيكون لديه كل الوقت في العالم من أجلي يمكنني الجلوس بشكل مريح على أريكتي في البنزل مجيما على مئات الأسئلة ومخبرا واتسون بما أشعر به بالضبط هذه أخبار جيدة لمعظم المرضى باستثناء المصابين بوسواس المرض ولكن إذا دخلت كلية الطب اليوم متوقعا أن تظل طبيب أسره بعد 20 عاما فربما يجب أن تفكر مرة أخرى مع وجود واتسون وأقرانه فلن تكون هناك من حاجة ماسة إلى شيرلوك هذا الخطر لا يحوم فوق رؤوس الأطباء العامين فحسب بل يشمل المختصين أيضا في الواقع قد يكون من الأسهل استبدال الأطباء المتخصصين في مجالات ضيقة نسبيا مثل تشخيص السرطان في تجربة حديثة قامت خوارزمية حاسوبية بتشخيص 90% من حالات السرطان الرئى المعروضة عليها بشكل صحيح بينما كان معدل الأطباء البشرين 50% فقط في الواقع لقد حل المستقبل بالفعل حيث تفحص خوارزميات متخصصة بانتظام أشعات التصوير المقطعي والتصوير الشعاعي للثدي مزودة الأطباء برأي ثان وفي بعض الأحيان فإنها تكتشف الأورام التي لم ينتبه لها الأطباء ما تزال مجموعة من المشاكل التقنية الصعبة تمنع واتسون وأمثاله من أن يحل غدا محل معظم الأطباء لكن هذه المشاكل التقنية مهما كانت صعبة فإنها تحتاج إلى حل لمرة واحدة فقط بالمقارنة إن تدريب الطبيب البشري هي عملية معقدة ومكلفة وتدوم سنوات وعند اكتمالها بعد عقد أو نحو ذلك من الدراسة والتدريب فإن ما تحصل عليه هو طبيب واحد فقط إذا كنت تريد طبيبين فعليك تكرار العملية برمتها من الصفر في المقابل إذا قمت بحل المشاكل التقنية التي تعيق واتسون فلن تحصل على طبيب واحد بل على عدد لا يحصى من الأطباء وهم متاحون على مدار الساعة طوال الأيام الأسبوع في كل ركن من أركان العالم لذا حتى لو كلف الأمر 100 مليار دولار لإنجاحه فسيكون على المدى الطويل أرخص بكثير من تدريب الأطباء البشرين بالطبع لن يختفي كل الأطباء البشرين ستبقى المهام التي تتجاوز التشخيص العادي وتتطلب مستوى أعلى من الإبداع في أيدي البشر في المستقبل المنظور ومثلما تعمل جيوش القرن الحادي والعشرين على زيادة حجم قوات النخبة الخاصة بها قد يكون لدى خدمات الرعاية الصحية المستقبلية وظائف طبية لما يكافئ قوات الصاعقة في الجيش وقوات العمليات الخاصة في البحرية ومع ذلك مثلما لم تعد الجيوش بحاجة إلى ملايين الجنود فإن خدمات الرعاية الصحية المستقبلية لن تحتاج إلى ملايين الأطباء العامين ما ينطبق على الأطباء ينطبق على الصيادلة أكثر في عام 2011 افتتحت صيدلية في سان فرانسيسكو يديرها روبوت واحد عندما يأتي إنسان إلى الصيدلية يستلم الروبوت في غضون ثوان جميع الوصفات الطبية التي يريدها العميل بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن الأدوية التي يتناولها والحساسية التي قد يعاني منها يضمن الروبوت أن الأدوية الجديدة لا تتفاعل سلبا مع أي دواء أو حساسية أخرى ثم يعطي الدواء المطلوبة للعميل قدم الروبوت الصيدلي في السنة الأولى من تشغيله مليوني وصفة طبية من دون ارتكاب خطأ واحد في المتوسط يبلغ خطأ صيادلة اللحم والدم واحد وسبعة في المئة من مجمل الوصفات الطبية التي يصرفونها ويترجم ذلك في الولايات المتحدة وحدها إلى أكثر من خمسين مليون وصفة طبية خاطئة في كل عام يجادل بعض الناس بأنه حتى لو تمكنت الخوارزمية من التفوق على الأطباء والصيادلة في الجوانب التقنية من مهنهم فلن توفر تلك اللمس البشرية إذا كان التصوير المقطعي يشير إلى أنك مصاب بالسرطان فهل تفضل تلقي الأخبار من جهاز بارد أم من طبيب بشري منتبه لحالتك العاطفية؟ حسناً ماذا عن تلقي الأخبار من آلة يقضة تنتقي كلماتها وفقاً لمشاعرك ونوع شخصيتك؟ تذكر أن الكائنات الحية عبارة عن خوارزميات ويمكن لواتسون اكتشاف مشاعرك بالدقة نفسها التي يكتشف بها أورامك يتعرف الطبيب البشري على حالتك العاطفية من خلال تحليل الإشارات الخارجية مثل تعبيرات وجهك ونبرة صوتك لم يتمكن واتسون من تحليل مثل هذه الإشارات الخارجية بدقة أكبر من الطبيب البشري فحسب بل تمكن أيضاً من تحليل العديد من المؤشرات الداخلية التي عادة ما تكون مخفية عن عيوننا وآذاننا يمكن لواتسون من خلال مراقبة ضغط الدم وأنشطة الدماغ وعدد لا يحصى من بيانات القياسات البيومترية الأخرى أن يعرف بالضبط ما تشعر به بفضل الإحصاءات التي تم الحصول عليها من ملايين اللقاءات الاجتماعية السابقة يمكن لواتسون أن يخبرك بدقة لما تحتاج إلى سماعه بنبرة الصوت الصحيحة فقط على الرغم من ذكائهم العاطفي المتباهى به غالباً ما تغمر البشر العواطف ويتصرفون بطرق عكسية على سبيل المثال عندما يواجهون شخصاً غاضباً فإنهم يبدأون في الصراخ وعندما يستمعون إلى شخص خائف فإنهم يطلقون العنان لمخاوفهم لن يستسلم واتسون أبداً لمثل هذه الإغراءات نظراً لعدم وجود مشاعر خاصة به فإنه سيقدم دائماً الاستجابة الأنسب لحالتك العاطفية تم بالفعل تنفيذ هذه الفكرة جزئياً من قبل بعض إدارات خدمة العملاء مثل تلك التي ابتكرتها شركة ماتر سايت ومقرها شيكاغو تروج ماتر سايت خدماتها مدججة تحت اللافتة التالية هل تحدثت يوماً ما مع شخص وشعرت بالانسجام التام معه؟ ذلك الشعور السحري الذي غمرك كان نتيجة الاتصال شخصياتكم يعطي ماتر سايت هذا الشعور كل يوم في مراكز الاتصال حول العالم عندما تتصل بخدمات العملاء لتقديم طلب أو شكوى فإن الأمر يستغلق عادة بضع ثوان لتوجيه مكالمتك إلى أحد الموظفين في أنظمة ماتر سايت يتم توجيه مكالمتك بواسطة خوارزمية ذكية تذكر أولاً سبب اتصالك وتستمع الخوارزمية إلى مشكلتك وتحلل الكلمات التي استخدمتها ونبرة صوتك وتستنتج ليس فقط حالتك العاطفية الحالية ولكن أيضاً نوع شخصيتك سواء أكنت انطوائياً أم منفتحاً أم متمرداً أم تابعة بناء على هذه المعلومات تقوم الخوارزمية بتوجيه مكالمتك إلى الموظف الذي يناسب حالتك المزاجية وشخصيتك تعرف الخوارزمية ما إذا كنت بحاجة إلى شخص متعاطف للاستماع بصبر إلى شكواك أو إلى شخص عقلاني يمنحك أسرع حل تقني المطابقة الجيدة بين العملاء والموظفين تعني عملاء أسعد وهدراً أقل لوقت ومال قسمة خدمة العملاء إلى هنا ننهي هذه المحاضرة على أن نتبعها بالمحاضرة القادمة بعنوان طبقة عديمة الجدوى فإلى هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر